تعالنا شوف بقى ترتيب المجموعات ونتائج المباريات بداية بتاعة الجولة التالتة في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا الماريخ والهلال في مجموعاتنا احنا لعبوا والماريخ كيسب 2-1 وفاق سطيف مع أمازولو أمازولو فاز 1-0 حراية كونكري مع الرجاء المغربي 1-0 الرجاء التراجي التونسي والنجم السحلي تعادل سلبي شباب بلوزداد مع جوانينج جالكسي فوز شباب بلوزداد بننتيجة 2-1 بترو أتليتكو فاز على زجرادا 1-0 سانداونز فاز على الأهلي 1-0 في القاهرة والزمالك خسر من الوداد 3-1 نتيجة أيضا من انتاج الكبير دي النتائج لك انتعاد تشوف بقى المجموعات عشانين بعارفين كده الأمور ماشي ازاي أول بقى المجموعة الأولى اللي احنا فيها سانداونز منتصدر بسبع نقاطه بياختو قطوة كبيرة جدا نحو التأهل ده طبيعي بعد فوزه وخارج ملعبه على الأهلي مبارح المريخ ولعب طبعا مبارحة زيادة سانداونز المريخ لعب ماتشين بس زيه زي الأهلي عنده أربع نقاط والأهلي لعب ماتشين بالزبط عنده نقطة فبالتالي المبارحة اللي جاي مهمة او ان انت تكسب المريخ حاش تبقى أربعة وبالتالي تكون المركز التاني الهلال عنده نقطة من ثلاث مباريات فالفرص قائمة وبشكل كبير بالنسبة لنادي الأهلي مهم ان شاء الله ان احنا نكون موفقين ونكون مركزين كمان المجموعة بي الرجاء المتصدر هو شبه تأهل خلاص لانه هو تسع نقاط من ثلاث مباريات اما زولو ست نقاط وفاق ستيف ثلاث نقاط وحرية كونكري من دون ولا نقطة اعتقد حرية بقر بره البطولة كده التراجي التونسي متصدر بفرق الأهداف برصيد خمس نقاط في المجموعة الشباب بالوزداد من نفس الرصيد خمس نقاط النجم السحلي ثلاث نقاط وجوان جالكسي نقطة المنافسة هتكون قائمة ما بين السلاسي في المقدمة المجموعة دي بيترو اتليتكو سبع نقاط الوداد ده ست نقاط بعد فوزه على الزمالك مبارح الزمالك نقطتين بس بعد هزيمته من الوداد مبارح وزاجرادة عنده نقطة وحيدة في هذه المجموعة دي نتائج المجموعة المجموعة كلها قوية في الحقيقة والمبارحات كلها قوية ده أمر واضح جدا وبطولة بالتالي هتكون أقوى بشكل مؤكد والأهل إن شاء الله بإذن الله أدها ويقدر نوحها البطولة الحداشر في تاريخه والتالت على التولي بإذن الله لأن ده هدف قائم والكل بيسعى ليه بإذن الله تعالى هروح لفاصل سريع بعد الفاصل لسا عندي بعض الأخبار الخاصة بمران الأهل اليوم هنتكلم فيها شكرا